تحيتي لأخها بالقدر من حق الشعب الجزائري هو أنه يخاف من المجهول لأنه الناس دفعت فاتورة غالية لا سيما في وقت الثورة وفي وقت التسعينات ومن الطبيعي هو أنه الناس تخاف الناس لا تثق في السياسيين لأنه ياما ناس كلموا لكن لما وصلوا للبلديات ووصلوا للولايات ووصلوا للبرلمان بل وصلوا للرئاسة وللحكومة مكروا من الوعود انتاحهم وبقى الشعب دائما في هذه المدة لانتظار هذه كره وبالتالي هو كره السياسيين من الطبيعي بالإضافة إلى ذلك ارتفاع الأسعار والمعيشة الظنكة هذه خلات المواطن هو أنه يفكر في روحه ويفكر في ما يشته وهذا أمر عادي لكن تغيير الأحوال إذا كان الناس تحوس تحسن الظروف إذا كان قابل للناس بهذا الوضع الله يزيدها وش نقوله هنا الله سهل عليهم اللي يراهوا قابل بهذا الوضع الله يزيده فهمتك إذا كان الناس ذكرهم دائما ويقولوا لهم محلات إذا كان يحبوا يقول لي ويكلوا بالتيكيات هنا خاسرين فيهم لا من يش خاسرين فيهم هنا الشيء اللي يراهوا ظارنا هو أنه رانا عايشين في هذه البلدان المتقدمة ورانا نحوسوا على جلبة بلدان لا تتقدم هذا مكان كالناس اللي ربما يقول لك باللي أروح اللي هنا ويعيش معنا وكذا أنا لا أرفض العايش في البلد هنا رأيها كينا الظروف اللي هي دفاتنا على جلبة خرجنا اشتركوا في القناة